حابين ان احنا نتناولوا مع حضراتكم الاتحاد المصري لكرة الطائرة كان عمل دورة تدريبية كده للمداربين عشان يكتسبوا المزيد من الخبرات خلونا نشوف تقرير عن هذا الامر ونرجع نكمل مع حضراتكم حاجة جميلة جداً احنا عندنا قصور شديد جداً في عنصر المداربين فالاتحاد المصري بيبزل قصارى جهده ان هو من وقت للتاني نقيم الدراسات ونزود اعداد المداربين ونسقلهم من خلال الشراكم احنا مثلاً السنة دي عملنا معايشة مع المداربين الجداد في كل المنتخبات في حوالي عشر مداربين في كل منتخب نعمل لهم معايشة كل حد بيقعد عشرة خمس عشر يوم عشان ينقل او ينتقل اليه خبرات المداربين الكبار عشان يبقى عندنا عدد كبير النهاردة فيه المستوى الاول المستوى التاني فيه عدد كبير جداً مداربين فيه اقبال كبير جداً من المداربين على الدراسة ده نجاح في حد ذاته احنا عموماً اهتمامنا الاكبر في الاتحاد هذا الموسم بعنصر التدريب عشان كده حتى احنا عملنا حاجات كتير جداً لأول مرة بتطبق في مصر عقود المداربين يعني احنا اهتمينا ان المدارب زي اللعب يبقى ليه عقد محدد ويحفظ حقه ويحفظ حق النادي في هذا الشأن فبالتالي احنا من خلال هذا الاهتمام هيبقى عندنا على الساحة اكتر من مدارب ويبقى عندنا قاعدة كبيرة جداً نقدر نختار منها لمنتخباتنا في المستقبل القريب ان شاء الله مية وعشرين مدرب ومدربة بيشاركوا ده اكبر عدد يمكن شارك على مستوى الدراسات في دراسات المدربين سواء المستوى الاول او المستوى التاني الحمد لله ربنا كرمنا ان احنا قدرنا ان احنا نحقق عدد لا بأس به من الدورات طبعاً ده مش ده طبخنا ان احنا ناهل اكتر عدد ممكن مدربين على المستوى الدولي مش مستوى محلي بس الحمد لله شغالين محطات كويسة دي نعتبر تاني دورة كاملة احنا قبل كده عملنا المستوى الاول عملنا فصلين وفصل للمستوى التاني وفصل للكرة الشاطئية وده المرة دي ده كان في شهر مايو اللي فات والمرة دي في شهر يوليو عملنا فصلين للمستوى الاول تاني وفصل للمستوى التاني حكام احنا عمل لهم دورات ما بين حكام جدد ما بين حكام ترقي اللي طبعاً بالنسبة للحكام بيبقى ليهم ترقي للمستويات بتاعتهم هم بيبقى ليهم مستويات وهذا بيبقى مسؤول عنهم من ساعد عدو مجلس إدارة لكابتن ويل أنديل الحاكم العالمي هو دلوقتي بمناسبة وموجود دلوقتي بيحاكم في مؤوروبا وموجود في بولندا بيحاكم وهو المسؤول بالنسبة للحكام إنما الدورات منعقدة بشكل دائم وشكل دوري بالنسبة للحكام كمان التلعاتي بصراحة عمل معنا حاجات أنا بصراحة أول مرة أرفها يعني من كتر ما هو طبعا خبرة جيرة جدا وأنا بحاول لقد مقدر أستفاد منه أكثر على لقد مقدر إن أنا حاول أفيد الجيل الصغير أو أي إن كان الفرق اللي همسكها وإستفدت بيها بصراحة كويس جدا يعني الحمد لله يعني ليفن الأولاني دوت بيعلمك أساسيات المدرب يعني بيعرفك يعني إيه تبقى مدرب في أول حاجة خالص لكن ليفن 2 إنت خلاص بيتمدرب فبتحط بقى خطتك وبتحاول أنك تتمرن أتلعب إزاي بالفريق معاك وتكسب إزاي ونقطة الضعف ونقطة القوة كل حاجة بيت في ليفن 2 ديت يعني فرق إشاسي حقوة بجل تنينة طبعا كانت الاستفادة أكبر بوجود محاضر زي قيمة الدكتور عاطف رشاد طبعا اللي استفادنا منه كويميعا في الوقت ده مع الدكتور طريق الزيفتاوي كابتن شكري كل الناس دي أضافت بجد لنا لأن إحنا كلنا مهما نكن من العلم كمدربين إحنا جايين نتعلم منهم أغلب الموجودين من الدارسين مدربين وبيشتغلوا في مجال العمل فأكيد بيطبقوا النظري مع العملي على أرض الواقع ليفن 2 يعني فترة طويلة طبعا فيها سيكل المدرب قوي فيها ريفريش المعلومات اللي موجودة فيها الحديث كله في الكرة الطائرة من بدني من مهاري من خططي فأنت لازم كل مدرب بعد كل فترة يطلع عن كل حاجة حديثة وكل حاجة جديدة فكل يعني الخبرة اللي خدناها في ليفن 2 إن عرفك إزاي الحديث في الكرة الطائرة من خططه بدني ومهاري فلازم يعني كان الدورة دي تاخد لوقتي لتزود سيكل المدرب أهمية الدورة ده بيبقى التسكيف للمدربين وسيكل لهم ويمكن أكبر دليل على العدد الموجود في الدورات اللي اتعملت في خلال الشهرين 3 اللي فاتت ده عدد كبير جدا فده معنا أن السنين اللي فاتت ما كانش فيه اهتمام من إنها حديث فده طبعا يعني تتحسب للتحدي الموجود حاليا لأنها يعني هتفرق كتير قدام مع الناس وتفرق دي قدام مع اللعبة وتفرق كتير قدام مع المدربين يقول الحمد لله رب العالمين استفادين من المعلومات وأضاف إن الكثير دكتور عاطف بمعلومات القيمة تفول ون معلومات بدائية عن كرة الطائرة بعدين شوية شوية تتطور المعلومات والبرامج اللي يزودوك بيه اشتركوا في القناة